قالت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع تتمدى في ارتكاب ما سمته فضائع غير مسبوقة ضد المدنيين العزل واستهداف المنشآت المدنية والإنسانية في عدد من ولايات البلاد وأضافت الوزارة في بيان أن الدعم السريع صعدت من قصفها للمناطق السكنية ومعسكرات النازحين والأسواق في ولاية الشمال دارفور بعد الهزائم المتتالية التي تلقتها على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة لشركاء السلام حسب قولها وأوضحت أن قوات الدعم استهدفت مستشفى النساء والولادة في الفاشر بما أدى إلى إصابة تسعة من المرضى بإصابات خطيرة